موسيقى يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر ما شفش الأمل في عيون الولاد وصبايا البلد ولا شاف العمل صهران في البلاد والعزم التولد ولا شاف النيل في أحضان الشجر وعلى سمع موويل في ليالي الأمر أصله معداش على مصر أصله معداش على مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا عين يا عين يا عين أنا بعتذر طبعا كل الناس اللي بعتين لي تكلمنا سات اللي هو إسماعيل عايتمان في الفاصل صابرين بعتها بتحييكي ريفيان مبسوطة قوي زملنا العزيز زكي عبد الحميد ناس كتير مبسوطة قوي الحمد لله إنك معاهم النهاردة الحمد لله دايما يا رب إنت إيه مفتع عشقك لبلغ حمدي مش عارفة بصراحة يعني أنا هو أصله يعني هو تركيبة كده على بعضها حاجة كده بتلمس الواحد على طول يعني ألحانه كلها بتلمس الواحد على طول حساس قوي قريب من القلب قوي مش عارفة بس هو أقرب أقرب حد القلبي وإنت اللي قالك السر ده أنا عارفا عرفته دلوقتي قال الأستاذ الكبير واجد الحمد للعالم الكبير قال لي انكشها أيوة 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 انكشها بس في بليغ حمدي أيوة وقال لي هتسمع حكاية مع الزمان في حتة لحنة غير حكاية مع الزمان اللحنة ده كان برضو الأستاذ واجدي يعني أبوي الروحي أنا بقول له يا بابا طبعا ربنا يخليه ويديه الصحة يا رب كان شرفني بإنه إداني اللحنة ده أغنيه في موارجان موسيقى العربية اللحنة ده كان متغني بصوت الأستاذ بليغ حمدي بس بس آه وبعد كده اكتشفت أنه الفنانة الرحيلة اللحنة طبعا زكرة قالته مرة هو اسمه زي الزمن فأنا عايز أقول حتى منه ياريت بس هنسمع حكاية مع الزمان عاياته خلاص هو أي عاياته أيوة زي الزمن ما له شغالي زي الزمن من رحمة خالي زي الزمن ما له شغالي زي الزمن من رحمة خالي وقالوا قالوا قالوا أهل زمان يا مقالوا في الأمثال أعلي خانوا من له تمن لا يؤتمن زي الزمن زي الزمن هو أهل زمان وهدى اللي كان وهدى اللي كان زي الزمن شريف ليلة زي الزمن زي الزمن بيع في ليلة زي الزمن زي الزمن شريف ليلة زي الزمن بيع في ليلة 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 لا جل konnten ارخص chuريف ليلة ترخص نفسو لك بترخص ما يسأل شي على ليك ولا لهم دموع لو حب باوم بكي لا ايها ولا له في حلال ولا له في حرام دي حاجة نسيها ولا له سعات هندم على ناس ضحى بيها زي الزمن ما له شغالي زي الزمن من رحم خالي وقالوا قالوا قالوا أهل زمان يا مقالوا في الأمثال عل خانوا من له اهتمن لا يؤتمن سدق الزمان مؤهل الزمان وهو ده اللي كان ويبا اللي كان اه مش هقولك الله مش هقولك اه الله عليه بقى الله يرحمه يعني فيش كده من فيش كلامه ولا لعل كلامه ولحمه من له اهتمن لا يؤتمن بالزبط الله مش قادر ايوة الله بقى ومن صبع وشجن لصبع وشجن ياه برضو حاضر مش هسيبك حاضر مش هشا م قيل محببي كان ده كان كان يوم من نصيبي وكان ضحة بعمر مشوار 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 اسمه حياة وكان وانا انا اللي بينكم هنا رضيت بالعذاب لحد ما قلبي داب ولا دقت يوم غنى انا وانا يا ما تحملت انا قاست ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت من نو لكم هنا انا لا انت بحيش في جراح ولا حيجيب اللي راح لا انت بحيش في جراح ولا حيجيب اللي راح ده حكيتي مع الزمان 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 حكيتي مع الزمان اللهم رسم لي على السماء جلنا فيها الهنى وقال هنعيش هنا قلت حلوت سنيني وبنالي في الخيال قصور من الامان وقال مفيش محال وقال مفيش محال غمت البنات نمت وغمت عيني ومرت الايام وسحيت من الاحلام ما لقيت شغير ألام وعذابي مستنيني وانا انا اللي بينكم هنا مش عارفة رايحة فين ولا فكرة حجي منين جابني الطريق هنا انا وانا يا ما تحملتنا دموع ما تنتهيش وقلم ما تتنسيش لو فات مليون سنة انا لا انت بحيش في جراح ولا حيجيب الراح دي حكيتي مع الزمان 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 حكيتي مع الزمان تان 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 مش عارفة انزل بفتطة لا باية اسلامي طب تشربي حاجة لا تمام طب شفتك طب اي حاجة لا خلال طيب هنختم بمصر تاني اوكي طيب نقول يا شمس يا منور غيبي يلا برضو كلمات والشعار للعبقاري سيد حجاب والحن موسيقى الكبير يا سيد عبد الرحمن برضو كلمات والشعار للعبقاري سيد عبد الرحمن يا شمس يا منور غيبي وكفى يا ضيك يا حبيبي يا شمس يا منور غيبي وكفى يا ضيك يا حبيبي ود يا لالي وجيبي ولا لاقي زيك يا حبيبي عمرك يا دنيا ما تخليبي طول ما هو ساكن في جليبي عشقه ودبي دبديبي مكتوبه ونصيبي انا الليل العمر غضربي اول ما شفته الهوى دربي انا الليل العمر غضربي اول ما شفته الهوى دربي وقلبه طر واختر طربي شنف عينيه وتغندربي والناسة واجرح طيبي حبيبي سيد روحي وقلبي سيدي انا وسيد كل الناس حبيبي سيد روحي وقلبي سيدي انا وسيد كل الناس مهما الدمان اتنقل بسيلة في قلبي اوار والناس بسبابي عشقه وبسيد ملقى جليبي الله 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 هادي أولا يبانكم تمام انتنى هادي واحدة هادي واحدة والآتانى أخد أمار ولا عشقه أمار موعي جوه عشقه بس حضره خلاص لا تمام ترجمة نانسي قنقر تتوب عيني ازاي ازاي عاشقه وغلبانه والنابي عاشقه ومسكينه والنابي امقدرش افوته والنابي ده انا كل حده في طوبي ديبة 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 في هوا محفووي عيني اي عيني اعملي عيني اعيذيني احرموني بالدنيا الحلوة ديبة عيني اي عيني اعملي عيني اعيذيني ابعدوني 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 ومش صبري عليا عيني عاشقه وغلبانه والنابي اه عاشقه ومسكينه والنابي مقدرش افوته والنابي ده انا كل حده في طوبي ديبة اه ديبة ديبة فهوا محفووي عيني اعملي طيب بالليلة دي ولو سمحتوا يا شباب نزلوا لي الارقام بتاع الحساب تاني حملة المليون بطانية اللي دعا اليها زميلنا العزيز عمر اديب في برنامج القيارة اليوم واحنا متضمنين معاه جميعا في كل الاتجاهات مش المليون بطانية بس واكتر من كده ان شاء الله لكل المصريين الاستاذ محمد ابو الخير بيقول علشان الليلة الجميلة دي وعشان مي وصوت مي يتم التبرع بستمائة بطانية 100 على رحمة الحج الكامل السيد ابو الخير و 100 الحج اظهار ماضي و 100 الدكتور كامال ابو الخير و 100 محمود ابو الخير الله يرحمهم جميعا الحجة محمد العطار والحجة فاطمة بدران عرفة بالاسماء اهو الارقام نزلتها يا جماعة التبرعات اللي عايز يتبرع اتلمى الغاية دلوقتي فلوس تقريبا تعدي آآ 600 الف بطانية عايزين مساهماتكم الأرقام موجودة هاي للمساهمة في حاملة مليون بطنية مرة أخرى دول على حسك ادعوه لي بقى يا رب استنوا ديئتين بس عندنا فاضل حاجتين هنقول حاجتين في الديئتين لا يعني لحد ما تخلصيهم احنا عندنا ديئتين تانين بدوها التتر عندنا عمار الشريعي أنا أستنى عشان اسمه عمار الشريعي فأنا مش قادرة أقاوم كمان طيب وهترك لك الختام فيه بما أننا هنغني هنختم أغنية المصر فيه لحن الأستاذ عمار كان عملهولي في مسلسل قاسم أمين طبعا بمناسبة رأس السنة وبمناسبة عياد يعني كل السنة وكل أخواتنا المسيحيين بخير هو اسمه عيد الميلاد هو كان بيتغني البنوتة بس يعني عيد ميلاد فاسمحولي أغني فعيد ميلادك يا أمر شوفوا كم أمر جانا حضرنا إثم الله وما صالك برنا يا فرحة رفرفي على دارنا فعيد ميلادك يا أمر ناسوفوا كم أمر جانا حضرنا إثم الله وما صالك برنا يا فرحة رفرفي على دارنا دا كل يوم جديد يجينا كل يوم جديد عيد ميلادك عيد علينا عيد ميلادك دا كل يوم جديد بيجينا كل يوم جديد عيد ميلاد سعيد علينا عيد ميلاد سعيد بس كفية حتى دي نختم نختم بإيه ممكن أقول كلمة قبل الختام عشان ما تكلمش بعد الختام وتنزله بتطلع الختام ويبقى آخر حاجة سمعناها هي مية فاروق واحد إن شاء الله مية فاروق كل آخر خميس في كل شهر هتكون معنا وعالهوى وتدبيس اتنين كنت حريص على الحلقة دي قوي علشان أقول للي حسسونا فجأة إن ما كانش فيه حاجة قبل كده لكنا عايشين ولا كان فيه بلد ولا كان فيه غنى ولا كان فيه أخلاق ولا كان فيه دين ولا كان فيه سياسة ولا كان فيه إعلام فطلعنا كلنا حرمية فزدين ومعندناش إبداع مي صوت من مصر واحدة تجيبلكه أغاني من عشرات السنين مصر طول عمرها فيها فساد فيها فساد دلوقتي وكتير كتير بس مصر دلوقتي ما فيهاش هذا الإحساس ما فيهاش الدفع ما فيهاش الغنى ما فيهاش الإبداع ما فيهاش الكتابة كلنا تخنقنا في زنزانة ديقة بنقول نفس الكلام وعادينا نتبادل التهمات ونتخانق وكلنا خاونا مصر واسع قوي اللي بيحاول دخالها في قوضة ضلمة ديقة عشان هو يطلع مناخيره يشم النور شوية في الخليج وشوية في أمريكا مصر واسع قوي ومحدش يقدر يغير هذا التاريخ ولا الناس اللي بتسمعه قاعدين يطلبوا مي عشان كده نكون تحريص والناس كلها اللي معاك يا مي حاسة حتة من مصر هيا الحمد لله تاريخ مصر هو الحمد لله غني يا مي يلا تصبع على خير وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبنات الأهرام في سالف الدهر كفعون الكلام عند التحدي وبنات الأهرام في سالف الدهر كفعون الكلام عند التحدي أنا تاقل علاء في مفرق الشارق ودراته فراغد عقدي أنا تاقل علاء في مفرق الشارق ودراته فراغد عقدي إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي أو أولياتي أو أولياتي ودراته أولياتي أو أولياتي فراغد عقدي